من برنامجكم ألعاب الصلاة في البداية النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا ناس كتيرة بتقولي عليها ليه دايما وإحنا بنفكر في مصر في الجماهير في دخول الجماهير بنتكلم على كرة القدم بس ليه الناس ما بتكلمش على جماهير ودخول ألعاب الصلاة أو دخول الصلاة المغطاة جماهير هي الحياة جماهير هي الرياضة الجماهير هي أساس الرياضة في العالم مش في مصر كمان كل اتحادات الجماعية اللي هي بنكلم عن اتحاد السلة والطيرة واليد بالاخص التلاتة لان التلاتة دول هم اساس الصالة المغطاة دخول الجماهير مش موجود على الساحة يطلعوا قرارات ايقافات انزارات صفر بعسات لكن ما شفناش حاجة حصل بالنسبة لدخول الجماهير ما عادوش اجتماع على التلاتة اتحادات وقالوا ان عايزين ندخل الجماهير قلت قبل كده خمسين او مية يخش الارض الملعب مفيش قرارات واضحة مفيش انضباط مفيش يعني لوائح واضحة نقدر نعملها عشان ندخل الجماهير عشان نقول لهم احنا في طريق اللي هندخل الجماهير واجب على الاتحادات المصرية التلاتة اذا كانت السلة او الطيرة او اليد يعودوا مع بعض ويشوفوا حل امثل او بداية لدخول الجماهير ليه دخول الجماهير الى الصالة اكيد الجماهير بتدي انطباع مختلف فرياض ده في العالم واحكي كذا موقف مبارح في مباراة الاهلي والزمالك مباراة بيدون جماهير مفيش حس ولا خبر حتى المعلق هو بتكلم ما عندوش حماس وروح الجماهير كمان بتديل المعلق المباراة لكن تعالوا بص في وقت تاني اخر قبل كده وكلام ده قريب احنا كنا بنلعب والصالة المغطاة بيتلاقي فيها كاس عالم وبتلاقي فيها منتخب مصر بيلعب والجماهير قفل اربعين الف متفرج جوه الصلاة المغطاة وبره ناس كتير قولوا لي اللعيب ده وهو رايح المباراة وشايف جماهير بتقوله شد حيلك ولعيب اخر يروح المباراة مش شايف اي حد بيتكلم غير على سوشيال ميديا صدقوني الناس لما تخشوا يبقى فيه لوائح وانضباط اكيد جماهير هتلتزم بده هتنضبط انت النهاردة شايف من وجهة نظرك ان جماهير فيه مشكلة طب حلها يعني بتدي يقول مش كل قارات حاج بتقولها او بتطلحها بتقول ان ما فيش دخول جماهير ما فيش دخول جماهير اوكي فيه دخول جماهير ادي لوائح وانضباط ادي نقط واضحة لكل الناس اكيد الناس هتلتزم بده اللي ما لاتزمش حضرتك يبتدي تعامل معي برضو باللواح والقوانين بس في الاخر يبقى فيه حتى رغبة في دخول الجمهور مشكلة كبيرة صدقوني انا بتكلم مثلا من واقع الهندبول عندك بتقول تعالى بعد سنة طب عايزي جماهير تيجي ازاي عايزي الناس تسوى اللي التحالات بتعايتها ازاي ما فيش جماهير صالة بدون صوت صالة منتهية ما فيش رياضة في العالم لعالم بص لأي لعبة حتى أم الألعاب ألعاب القوة وهي بتتلعب في بطولة العالم تلاقي الاستاذ فيه خمسة وتلاتين ألف أربعين ألف وتفرج بيتفرجوا على بطولة العالم لألعاب القوة كل الناس عايزي كانت ألعاب القوة كل الناس ديها جماهير إلا هنا عندنا بنفكر في كرة القدم وجميع الاتحادات المصرية الأخرى لا تفكر في تقول ياريت بعد إذنكم ياريت تبتدي نحط شغل أو أساس أو قوانين أو لوائح بالنوع صحيح للقانون موجود لوائح عشان الناس تقدر تخش إلى الصلاة المغطاة مرة تانية ويبقى فيه لوائح اللي يغلط يتحاسب ما عندناش مشكلة بس في الآخر يبقى فيه حس الجمهور الجمهور ده هو بيلهب حماس الجماهير بيديله وصدقوني فيه أوقات كتيرة وإحنا بنلعب كان الموضوع المختلف الجمهور لو هو بيمدع على العيبة أو بيتكلم على العيبة أو بيدي حماس بيدي حماس مختلف تماما لما تكون الصلاة كده سكتة ما فيش لعب اللعبة بتنام بتريح لكن الجمهور بيفوق ويصح صح أتمنى من مسؤولينا في الاتحادات الثلاثة إذا كان طايرة أو سلة أو يد يعودوا ويتفقوا على اتفاقية معينة عشان يقدروا يدخلوا الجمهير مرة تانية دخلهم بالتسلسل صدقني لما اندخل خمسين بعد كده مية بعد كده ميتين العجلة هتلف لكن كل الناس بتتكلم بس ندخل جمهير كورة قدم الحمد لله بعد دخل جميع كورة قدم تمام نجرب ندخل جوه جوه الصلاة المغطاء ياريت في الأوقات اللي جاية نتمنى إن يكون فيه لوائح لكل اتحاد موجودة بدل بيبعث جوابات يقول بيبنوع دخول جمهير يقول احنا وفقنا بدخول الجمهير بالشكل ده هتعرض عندنا هتحط على سوشيال ميديا خاصة فيش حاجة بتتديرها إيه لوائح والمطلوبة واحد اتنين تلاتة اربعة مصر يا كتير جدا نظمنا بطلات في النادر اهلي وبرا النادر اهلي ومنتخبات مصر وكانت فيه جمهير كتيرة فيه خروجه على النص وفيه الناس متلتزم فيه حالتين نتمنى من كل الناس المسؤولين تاني مرة وآخر مرة بقولها إن الجمهير دي هي روح الرياضة نتمنى يدخلها مرة تانية نتمنى أسمع صوت الجمهير عشان يقدروا يدوا حاجة مختلفة للعبين روح مختلفة لأن العيبة كمان لما بتسافر برا مصر بيقابلوا جمهير طب العيب ده يتحط تحت ضغط ازاي يعني العيب ده اللي احنا بقوله عليه ده ما يلعبش تحت ضغط هو فعلا ما يلعبش تحت ضغط إن ضغط الجمهور مختلف لما يسافر برا مصر الخبرة هياخدها فين هياخدها في بلده عشان لما يطلع برا مصر ويلاقي في ضغط جمهير في تونس والجزائر والمغرب وكلنا عارفين الضغط هناك شكله ازاي من الجمهير يقدر يلعب ويقدر يكسب ويجيب بطلات نتمنى أن ده يحصل في الوقت القريب بإذن الله لأن الجمهير هي أساس الرياضة في العالم كله هنسيب الجمهير وهنروح لأول أخبارنا النهاردة وخبر عن فوز الأهل على نادي زمالك مبارح في الدور الترتيبي أو في المرحلة الترتيبية في كرة السلة الأهل مبارح في تاني جولاته فاز على نادي زمالك فصالة الأمير عبدالعي